كل سنة وأنتم طيبين يعني ساعات قليلة ويغلط معرض القاهرة الدولي الكتاب أبوابه بكرة آخر أيام المعرض كلنا عارفين أن يعني رائحة الكتب بتبقى السمة المميزة لشهر يناير في العاصمة القاهرة ومعرض القاهرة الدولي الكتاب من أهم المعرض اللي العالم العربي كله خصيصا يعني بيأتي لها مباشرة لراحة المعرض حيشوف عدد كبير جدا من المظاهر المباشرة على إقبال على مؤلفات بعينها مؤلفات لكبار الكتاب التراجم كتب التراث كتب التاريخ وخصوصا الكتب المعروضة بأسعار مخفضة سواء في الهاية العامة للكتاب أو قصور الثقافة من يومين كان فيه إطلاق لمشروع مميز حمل اسم مختارات قصصية من حول العالم وشارك فيه حوالي 28 مترجم شاب وأيضا كان من أهم الأعمال اللي عرضت في معرض القاهرة الدولية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من عائلة من عارضة في الستوديو الكاتب الصحفي طارق الطاهر عضو مجلس إدارة حقيقة قصور الثقافة المشرف على النشر بالهيئة صباح الخير على حضرتك وأهلا بك صباح نوط صنوط طيب وحضرتك طيب يعني زي ما كان مصطفى بيقول ساعة قليلة يمكن بكرة إن شاء الله هيبقى آخر يوم في معرض القاهرة الدولية للكتاب عايزين نعرف ما الشهد الإقبال السندي كانت عاملة إزاي وانعكاز ده على اقتناء الكتب بشكل عام في المعرض السندي الحقيقة قبل المعرض كان فيه تخوف من ارتفاع أسعار الكتب وهذا تخوف إنه ينعكس على عدد الزوار لكن مع الساعات الأولى للمعرض هذا التخوف تم تبديده تماما وده يرجع العدد من الأسباب إنه فيه جناحين الحقيقة عاملين شغلة هيئة جدا وفيه تخفضات كبيرة جدا جناح هيئة كسور الثقافة وجناح هيئة الكتاب الحقيقة كمان إن الجناحين مش متشابهين هم بيكملوا بعض بشكل أو بآخر يعني على سبيل المثال مثلا هيئة الكتاب التخفضات القبرى عندها على الكتب اللي هي الأديمة اللي هي لها سنوات مطبوعة لكن هيئكسر الثقافة الحقيقة التخفضات على الكتب الجديدة اللي هي أقام إداءة 2023-2024 أنا من وجهة نظري أنه سر الإكبار الكبير على معرض الكتاب السندي أربعة مليون هو الخطة المتكاملة اللي وضعته وزارة الثقافة اللي هي لا تقتصر فقط على تقديم العنوين إنما الأنشطة المختلفة اللي هي تتعمل عوامل جذب كبيرة جدا للأسرة المصرية هو فيه إضافة أنه الحقيقة جناح هيكسر الثقافة تحديدا يعني أنا بشوف فيه قدرة الدولة المصرية يعني بمعنى أن هذه الدولة رغم أي معناة اقتصادية إلا أنها قادرة أنها توفر كتاب من أول جنيه لغاية فيه موسوعة مثلا كاملة عن المستشرقين ثلاث أجزاء فوق الألف صفحة بيتقدمها بخمسة وستين جنيه الثلاث أجزاء وحصل إكبار شديد عليها يعني هيكسر الثقافة طبع ألف نسخة بيع حتى هذه اللحظة من 200 إلى 900 نسخة ده بيأكد أنه الدولة المصرية تسير كدما في الفكرة الأساسية اللي هي فكرة بناء الإنسان بناء الإنسان بيتطلب أنك مجموعة من الاشتراطات من أهمها أن يكون عندك مواد جاذبة للقراءة الحياة كتاب جاذب للقراءة رغم كل التفاعلات مع السوشال ميديا وما إلى ذلك لكن لازال الكتاب الورقي لازال يحتفظ بمريكو خصوصا لما تقدمي عنوين جاذبة بأسعار مناسبة صحيح طيب عندنا أكتر من ألف دور نشر وعندنا عدد كبير من عايزة أقول التصنيفات في الكتب يعني عندنا الكتب التاريخية كتب التنمية البشرية الروايات سواء المحلية أو المترجمة يعني برصد سريع بعين صحفي ناقد أكثر الكتب مبيعا كتئي أكثر الكتب إقبالا على الشراء كتئي ملاحظاتك يعني زي ما بيقول الحقيقة أنا كمان عايزة أوجه التحية لدور النشر المختلفة لأنه كمان هم من قاموا بمبادرات يعني أغلب دور النشر قدمت كتب اللي هي مثلا مطلعة من خمس سنين بتخفضات خمسين في المية كان كمان فيه أنه أغلب دور النشر دلوقتي بقيت بتراهن على مجموعة من الكتاب يعني دور النشر كذا بشايفة أنه هذه المجموعة من الكتاب من الممكن أنها تسوق بيها وفي نفس الوقت أنها بتراهن على هذه المواهب ده ظهر جدا في أجنحة كتيرة جدا عندنا الحقيقة فيه التفوق ملحوظ للروايات عندنا الجيل اللي هو دور النشر إلى 40 سنة الحقيقة جيل متمكن وملاقي مثلا حد رغم صغر سنه أنه بيطلع الرواية الخمسة أو الستة حفلات التوقيع اللي وفرتها الحقيقة الحقيقة هيئة الكتاب لمختلف دور النشر عاملة رواب كبير جدا الحقيقة كمان الربط ما بين الكتاب ككتاب والأنشطة يعني مثلا نهارده فيه فعالية مهمة جدا كتاب ليه وأحد رواد علم الاجتماع في مصر لأستاذ الدكتور سعيد المصري عنده كتاب مهم جدا عن أعادة إنتاج التراث الشعبي الحقيقة الكتاب ده بيناقش حاجة مهمة جدا عن قدرة المصريين على التغلب على الصعوبات وعامل دراسة ميدانية على النواحي مختلفة من القاهرة النهارده تتبدأ مطروح في هيكسر الثقافة وهيتناقش كمان النهارده في المعرض الحقيقة النهارده كمان المعرض يستحق التحية أنه النهارده اللي اتنين فيه يوم كامل للقضية الفلسطينية بكل تنوعاتها بزخامها بموقف مصر القوي المساند للشعب الفلسطيني والحقيقة اليوم النهارده بيتنوع ما بين ندوات ما بين نقاشات وما بين حفلات وعروض فنية للكرار الفلسطيني وإتاحة الفرصة للأطفال المصريين أنهم يعبروا عن إحساسهم اتجاه ما يحدث الآن بالرسم وما إلى ذلك الحقيقة ده بيقدم صورة للثقافة المصرية وإزاي أنه الثقافة المصرية حائط قوي في الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها القيادة السياسية والتي تؤمن بها الشعب المصري على مدار التاريخ هل كنت تكلمت دلوقتي عن الكتاب الصغار في السن أو الجداد في التلاتينات والأربعينات ده جيل برضو جديد شوية وبقنا نشوف منهم كتير بقنا نشوف النهارده جيل كامل بيكتب عن علم النفس والاجتماع وغيره وغيره وحتى القصص بقى فيه كتاب كتير جدادي وحتى ضموهم في معرض كانوا موجودين في معرض القاهرة الدولية للكتاب كمان بقى فيه النهارده جيل جديد حابب أنه يتعرف مرة تانية على رمزنا زي طاعة حسين زي نجيب محفوظ شايف ده ازاي شايف ازاي قوة القراءة والكتابة وعودتهم مرة أخرى بقوة الحقيقة ده سواء مهمة جدا لأنه مثلا طاعة حسين رغم أنه مش هو شخصية المعرض شخصية المعرض العالم الأسر الكبير سليم حسن لكن طاعة حسين هو نجم المعرض لأنه الحقيقة كمية الإقبال على شراء قوة طاعة حسين سواء التي اتتاح هيقصو الثقافة بسعر رمزيان الحقيقة هيقصو الثقافة مثلا بتتيح 56 كتاب من أعمال الدكتور طاعة حسين بما يقل عن 400 جنيه هيئة الكتاب عندها اتاحة لكتب أخرى دور النشر كمان الخاصة اتاحة طاعة حسين السؤال هنا كان هل كل ده اتباع الحقيقة اه أنا بحس الصحفي كنت بسأل الأرقام أنه لا فيه رواج لطاعة حسين الحقيقة ده يرجعنا لفكرة الأساسية أنه قراءة طاعة حسين هتجرب معها مجموعة من الأسئلة المهمة عن إزاي هذه الشخصية الفريدة قدرت تكون نفسها وقدرت إنها تكون رمز من رموز هذا الوطن وإزاي إنها أفادت هذا الوطن كمان يعني أنا وقع تحت إيدي مثلا مجموعة من رسائل الموجهة لطاعة حسين حقيقة تقري من خلال هذه الرسائل العصر كله المقاومة الاحتلال إزاي الإيمان بأن التعليم والثقافة رافضان مهم لتنمية أي دولة الحقيقة أعادة قراءة طاعة حسين مهمة جدا في فكرة بناء الدولة أعادة قراءة روايات وأعمال نجيم محفوظة متاحة في أكثر من مكان في المعرض لأنه كمان أنا من وجهة نظر وأن لي أكثر من ثلاث مؤلفات عن نجيم محفوظ أن نجيم محفوظ سيرة منقوصة يعني رغم كل ما كتب عن نجيم محفوظ من الستينيات إلى الآن يظل غامضا يظل محتاج إلى اكتشافات ويظل محتاج إلى أجيال جديدة تقرأه كمان فكرة أنه الأجيال اللي هي بعيدة يعني ما شفيتهوش أو ما تعملتش معاه إنها زي تعيد تقييم نجيم محفوظ مرتبط برائحة القاهرة القديمة بالزبط بالجمالية بالزبط بكل هذه المناطق اللي عاش فيها وكتب عنه طيب بمعنى آخر حالك راهنت عن الروايات كان مثلا على سبيل المثال في دورات سابقة كتب التنمية البشرية الأكثر مبيعا ساعات كانت التراجم هي الأكثر مبيعا رصدت إيه أيضا لتقدر تقول إن هو يعني شيء جديد أو شيء مميز في هذه الدورة الخامسة والخمسة حقيقة البحث عن يعني أنا بسمع كده الولاد من 20 و30 بيسألوا عن كتب الذكاء الاصطناعي حلو قوي الكتب العلمية برضو موجودة كتب القانون الحقيقة يعني لفت نظري إنه فيه إقبال على كتب القانون ده وعي الحقيقة بالإضافة طبعا للمسلمات الأساسية اللي هي الروايات وما إلى ذلك لكن كمان لفت نظري حاجة مهمة جدا إنه البحث عن كتب التراث يعني ده رقم هقوله لحضرتك إنه كتاب البخالق للجاحس وده كتاب من الكتب المهمة جدا إنه لما تم طرحه في إكسر الثقافة تم طرحه 990 نسخة تم نفذهم في إربعاتية الحقيقة ده رقم مهول إنك تبيع من كتاب واحد أكثر من ألف نسخة أنا بقول هذه الأرقام لأنها لها دلالة إنه إنك إنت إزاي الأولاد دلوقتي أو الشباب دلوقتي بيفكروا لا مش حقيقي إنهم بيهتجوا فقط لكتب التنمية البشرية أو الزكاة الإستقلاء لا هم أنا كمان عايزين يقروا يقروا تاريخهم مضيهم ومستقبلهم بالزبط طيب وكمان بنتكلم النهاردة عن قصص برضو القصص يعني مشروع تاني مهم ومختلف وإصدارات مختلفة هل النهاردة بنتكلم على نسبة مبيعات ليها عالية الإقبال كان عامل إزاي عليها أنا هرجع بس لإشارة حضرتك عشارتي لها في الأول اللي هو الكتاب الخاص عن الكتاب اللي هو حول العالم الحقيقة الكتاب ده لكصة مهمة جدا الكتاب ده ده كتاب مترجم كان عبارة عن مسابقة من إيمين سنتين ثلاثة نظامها المركز القومي للترجمة من أجل اكتشاف مواهب في الترجمة من مختلف عن حق مصر الحقيقة كان فيه لجنة مهمة جدا من قبار المترجمين حاكموا هذا الكتاب أنا لما توليت لجنة النشر في هيقصص ثقافة الحقيقة الكتاب ده كان موجود تحمس جدا لإصداره هذا الكتاب بيعرينا ترجمات من مختلف الأداب اللي بنسمعها الأداب الشرقية والأداب الغربية يعني بمعنى هنلاقي ترجمات عن اللغة الأردية الفارسية الإنجليزية الإيطالية الأسبانية الإنجليزية اللطيف في الأمر بقى أن المترجمين شباب من 25 لـ 30 سنة وأنهم كمان من مختلف عن حق مصر يعني هلائم من المنصورة الجيزة الأليوبية القاهرة الإسكندرية كلها روايات أو أعمال أدبية ولا فيه كتب في التراجم دي حاجات لا الكتاب ده عبارة عن قصص ده الكتاب اللي حاجة بتكلم عنه الكتاب اللي حاجة بتكلم عنه ده عبارة عن قصص قصيرة تم تجمعه في كتاب حوالي 400 صفحة ومعالي الوزيرة الدكتور نيفينيك كنان الحقيقة هي أطلاقة هذا الكتاب من يومين من خلال معرض قاهرة دولة الكتاب والحقيقة بعد هذا الإطلاق فيه مبعات عالية لهذا الكتاب واللطيف في الأمر أنك كنت تشوف لما عملنا حفل التوقيع لهؤلاء الشباب أنهم جايين بأهليهم وبعد كده أهليهم سابوهم فوق نزلوا اشتروا الكتاب كهدايا لأنه كمان سعره كان مناسب لأنهم يعملوا كده لأنه كمان فيه روافض مهمة زي حاجة على فكرة الأساسية اللي نتكلم عليها بناء الإنسان فكرة الترجمة الترجمة مهمة جدا فيه بناء أي وطن بيقوم لازم يقوم مع الترجمة لأن الترجمة بتختصر الوقت يعني بمعنى أنها بتنقل دي خبرات عمل اللغة والوقت والتدلعة طبعا هو الضلع التالت من أضلاع الدعم المقدم من الدورة المصرية للكتاب احنا اتكلمنا على هيا العام الكتاب وهي تصوير الثقافة المركز القوم للترجمة أبرز أعماله أبرز عنوينه أبرز الكتب أبرز المؤلفات حيث قلت كتاب حول العالم بالتأكيد هو لك تنوع آخر كتير يعني فيه كتاب مهم جدا عن الكسور الننسية في مصر عن أهم الكسور المصرية على مدى تاريخها ده مترجم؟ ده مترجم بيستعرض هذا الكتاب تاريخ هذه الكسور والتطورات اللي تمت عليها خذ بالك من حاجة سؤال حضرتك مهم جدا هو ده مترجم أو مترجم لأنه مصر محور العالم في كل العصور فلازم أنه العالم كان يطلع عليك فأنت كمان دلوقتي بتشوف العالم شافت إزاي كيف أنظر العالم على مصر؟ فأنت بترجمت هذا الكتاب وهو كتابك أساسا اللي هو مطلق من عندك ترجم لكم لغة؟ ده كان بالإنجليزي والترجم للغة العربية وعندهم كمان كتب مهمة جدا في العلم وتقنيات العلم عندهم كتاب قديم بس كتاب مهم جدا عن أم كالسون ده في الإطار اللي أنا بتتكلم عنه إنهم بترجموا كمان حاجات تبين العالم ينظر إلينا إزاي طب ومن حول العالم بأمرة تانية نرجع له اختيار الشباب المترجمين بيتم اختيارهم إزاي؟ هو كان مسابقة وتم إتاحة الفرصة ليهم إنهم يقدموا أفكارهم ومشاريع أعمالهم للمركز القومي للترجمة أو عن طريق الفروع المختلفة هي قصور الثقافة في المحافظات وبعد كده ده تم كل ده تم فحصه من قبل لجنة لجنة محكمة من قبار المحاكمين اختارت في هذه الدورة حوالي 28 شاب وشابة وده بنسمينه كشاف المترجمين وده مشروع مستمر وأظن كل سنة ممكن ينتج عنه كتاب أو أقصر وده مشروع مهم إنك إنت ده الاتجاه للشباب بشكل عملي بقى في مجال زي الترجمة الاتجاه للشباب إن إحنا بنتيح مثلا في سلاسل تانية سواء في هي تكتاب هيكسوس قف أو دور النشر المختلفة للإبداعات والرويات مجال تالس زي الشعر الحقيقة هي تكتاب عندها مشروع في دوت الحقيقة كمان الأحداث الكبرى في مصر دلوقتي بيليها صدع في النشر وده مهم قوي يعني بمعنى إنه فيه خمسين سنة على الانتصار العظيم ده أكتوبر 73 حقيقة فيه مشروع مهم هيئة الكتاب أطلقته ويشرف عليه الدكتور دكتور سمير فرق اسمه حكايات النصر حقيقة المشروع ده إنه مش فقط بيتحدث عن الجبهة المصرية أو يعني الحاجات العسكرية فقط لغير لكن كمان بيتلم عن القضايا الداخلية يعني أنا مشارك في هذا المشروع في الكتاب عنوانه السقر من النكسة سيرة ثقافية المصر من سبعة وستين لتراتة وسبعين تعرضت في هذا الكتاب دي إزاي تم بناء الجبهة الداخلية في مصر إيه دور المثقفين مجتمع المصري إيه دور المجتمع المصري إيه دور النخبة سواء الفنانين والمجهود الحربي إيه إسهاماتهم في المجهود الحربي واعتمدت فيه على بعض الوسائق في فترة الدكتور سارة عقشة والدوريات والصحف المصرية في هذه الفترة لأنه كمان هذا المشروع يعيد الاعتبار للصحافة المصرية الورقية باعتبارها أنها ذاكرة هذا الشعب وفيه كتاب تاني عن المصرح عمله الأستاذ الدكتور سيد إسماعيل وفيه كتاب تاني عملات دكتورة صوها علي رجب عن الأدب العبري من أبرز السلاسل اللي شفتها في جناح الهاية العامة للكتاب سلسلة تراث المصريين ودي سلسلة حتى مرقمة فيها جوانب كتير جدا من جوانب الحياة في مصر السخرة في قناة السويس عبد الناصر وعلاقته بروسيا مش عارف السادات يعني أنا لقيت فيها عنوين بتغتازل تاريخ مصر الحديث دي سلسلة الحقيقة سلسلة مهمة جدا سلسلة جميلة جدا والحياة بيرقص ومدعمة بيرقصت حلالها لغاية لأن الأستاذ الدكتور سابر عرب وزير الثقافة اللي أسبق صحيح وبيتولى معاه حد من أهم أساسة التاريخ في مصر الدكتور زكريا الشل الحقيقة هذه السلسلة لو يعني أنا أبو طالب من خلال بناء أنها فعلا تتوافر في كل مكتبة أنا أشكرا أسوأ مدرسة أو مكتبة عامة لأن هذه السلسلة ومش بس كده وتدخل في مناهج التعريم الحقيقة يعني حتى يبقى عندنا في مناهج التعريم مش شرط المنهج الولد هيذكره عشان يخطي درجات ممكن يبقى زي كورس يعني 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 الطلبة يطلعوا على هذه الكتب ويبقى داخل ضمن المهارات الاجتساب لهؤلاء الطلبة الحقيقة لأن هذه السلسلة زي ما حضرتك قلت أولا لكن أهم موضعاتها أنك أنت لما تقرأها تقدر تقرأ تاريخ مصر علاقة مصر بالدول الأخرى كمان بتدخل في الفنيات بقى الحرف اللي كانت موجودة في مصر لأن ده كمان ممكن ينبهنا إلى أي الحرف اللي اندصرت أي الحرف اللي نقدر نرجحها تاني لأنه كمان أنا من المؤمنين الحقيقة أنه الصناعات الإبداعية ممكن تكونوا راقم في الاقتصاد المصري زي ما هي راقم في الاقتصاد في الهند مثلا في ولاية كاملة قائمة على فكرة الصناعات الثقافية أنا شايف أن مصر تمتلك صناعات حرفية وثقافية تستطيع أن تكون بخطة ممنهجة راقم في الاقتصاد المصري نعم أكيد يعني نقدر نطلع من أجيال موجودة أو قادمة يعني رموز تانية للمستقبل حتى لأولادنا في المستقبل إيه الإصدارات الجاية يعني إيه اللي إحنا نقدر نستنى الفترة الجاية لأ الحقيقة فيه ما حدث مع ذلك كتاب السنة دي مشجع سواء لدور الناشر الخاصة أو لدور الناشر الحكومية لمزيد من الجهد الحقيقة لأنه أنت محتاجة الجهد في بعض المجالات زي ما قلت الولاد بيسألوا على كتب الذكاء الاصطناعي مش كتيرة يعني مثلا إحنا عندنا سلسلة فاكسو الثقافة اسمها السلسلة الثقافة العلمية فيها كتاب واحد أعتقد لا نحتاج إلى أكتر من كتاب حقيقة نحتاج زي ما حضرتك قلت لي أنه أن إحنا نعيد إلقاء الدق تاني على رموز المجتمع المصري فأنا أعتقد إحنا محتاجين نبص على رموز أكتر من نجي محفوظ وطاع حسين ناني مصر مليئة برموزها ومحتاجين أن إحنا نوفر مواد عن هذه رموز وكتابتهم أو التحليل ليهم يعني منها اللافت للنظر أنه مش بس كان فيه إقبال على كتب طاع حسيني لقام بتأريفها لكن كمان اللافت للنظر أنه كان فيه إقبال على كتب اللي بتتناول مسير التحسين والحقيقة ده مهمة قوي أنه من يقرأ يشوف يحل التحسين يشوف هو وصل لهذه المكانة إزاي أظنني دي هتبقى أفقار لكتب في الفترة اللي جاية تتولها دون نشط يعني الزكاء الاصطناعي الرموز مزيد من الاهتمام بلمبدعين صحيح يعني ساعات قليلة ونقول والله بعودة يا معرض الكتاب يعني إحنا بكرة ختام المعرض شاهدنا دورة مكثفة جدا رغم برودة الجو الشديدة اللي شاهدتها القاهرة لكن أنا شفت بعناية أوتوبيسات مكتوب عليها المينيا البحيرة كفر الشيخ وقفة بره المعرض شفت أسر كاملة جاية تتفسح شفت جناح للطفل مخصص علشان أطفالنا يعني يبقى ليهم مساحة لوحدهم شفت تراجم شفت كتب علمية شفت مؤلفات شفت روايات شفت حفلات توقيع بصراحة المعرض السنة دي كان مختلف وبصراحة شفنا نشاط ما شفناهوش في دورات سابقة نتمنى أن ده يبقى رتم المعرض ده يبقى إقاع المعرض في السنوات القادمة نشكرك الكاتب الصحفي طارق الطاير عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة وأيضا المشرف على النشر بالآية شكرا جزيلا لحركة كل سنة وانت طيب شكرا نيك يا فاندر